بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزاء الطلاب وعزيزات الطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي موضوع الدرس اختبار الوحدة الأولى في الحصة السابقة أخذنا مع النموذج للاختبار وتعرفنا على فائدة هذا الاختبار أهداف درسنا اليوم أن يقرأ الطالب النص قراءة سليمة أن يجيب الطالب عن الأسئلة النص إجابة صحيحة إذن هذه أهدافنا لهذا اليوم ننظر جميعا طلابي وطالباتي إلى الكتاب سريعا إلى صفحة 124 اختبار الوحدة الأولى نصنا عنوانه الأرنب الذكي أول ما نبدأ به طلابي وطالبات أطلب منكم قراءة النص قراءة صامتة ثم بإذن الله نقرأ معنى النص قراءة جهرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 نتأمل الصورة المصاحبة هنا فماذا نرى؟ حسنتم نرى لدينا حيوانات منها الأرنب والأسد أيضا ألاحظ هناك الخضرة والأشجار إذا سأتعرف على المكان أين هذا المكان؟ سنتم إذا نقول في الغابة نبدأ معا في قراءة النص يحكى أنه يحكى أن أسدا كان في أرض كثيرة الأمطار والعرض وكانت قد رأينا لك رأيا فيه صلاح أمرنا وأمره فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك في وقت غدائك فرضي الأسد بذلك وصالح الحيوانات عليه ووفينا له به ثم أصابت القرعة ذات يوم أرنب وصارت غداء الأسد فقالت للحيوانات إني لأرجو أن أريحكن من الأسد فتعجبت الحيوانات وقلنا وكيف السبيل إلى ذلك نخشى أن يعود بطسه ونعود إلى فزعنا فطمأنت الحيوانات وقالت اتركنا الأمر لي انطلقت الأرنب في وقت غداء الأسد متباطئ ثم تقدمت إليه وحدها رويدا وكان قد جاء فغضب من تأخرها وقام من مكانه وقال من أين أقبلت قالت أنا رسول الحيوانات إليك ومعي أرنب لك فتبعني أسد في بعض تلك الطريق فأخذها مني وقال أنا أولى بهذه الأرض فقلت له هذا غداء المل فلا تغضبنه فسبك وشتمه غضب الأسد وقال انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد فانطلقت الأرنب إلى جب فيه ماء عامر صار فاطلعت فيه وقال هذا المكان فاطلع الأسد فرأى ظله وظل الأرنب في الماء فلم يشك في قولها يشك في قولها ووثب إليه ليقاتله فغرق في الجب وانقلبت الأرنب بسلاب إذن هنا نلاحظ طلابي وطالباتي أننا قمنا بقراءة نصنا كاملة نلاحظ في بداية النص أنه يحكي عن أحسنتم يحكي عن قصة الحيوانات ومشكلتها مع من أحسنتم ومشكلتها مع الأسد فاتفقت الحيوانات مع الأسد أنهم سيقوموا بتوفير نعم كل يوم له وجبة الغداء فذات يوم أصبح الدور على من أحسنتم نلاحظ أنه أصبح الدور على الأرنب فطرأت له فكرة ليتخلص من الأسد حتى يريح نفسه ويريح الحيوانات فما الفكرة التي طرأت له أحسنتم قام بماذا نعم قام بخداع الأسد على أن هناك أسد آخر ونلاحظ أنه ماذا نعم نقول فانطلقت الأرنب إلى جب فيه ماء عامل إذا عندما أقول جب فيه ماء سيكون ماذا برأيكم حسنتم ممتاز البئر فقامت بخداع الأسد حتى وقع هذا الأسد في البئر فتخلصوا منه الحيوانات بعدما قرأنا هنا أختاروا الإجابة الصحيحة إذن لدينا هنا أسئلة عن نفسنا نتوقف أنا وأنتم قوموا طلابي وطالباتي باختيار الإجابات الصحيحة ثم بإذن الله سأستعرض معكم الإجابات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن نبدأ طلابي وطالباتي بالإجابة ما إذن اختاروا الإجابة الصحيحة عدد أسماء الحيوانات التي وردت في القصة أحسنتم أولا الأسد ثم الأرنب إذن نقه اثنان الفصل الذي ذكر في القصة أي فصل ذكر في القصة الصيف الخريف الشتاء الربيع نتذكر في قصتنا قال في مكان كثير الأمطار والعشب إذن سيكون أي فصل سنتم نقول فصل الربيع ننتقل معا عندما قرأنا في القصة فقلنا أن الأسد رأى هذا البئ وثب إليه إذن سنتم ممتاز قفز الجمع هو إذن لدي جمع واحد من هذه الكلمات أرنب أمطار يوم ملك رأيكم الجمع هنا أين؟ ما دل على ثلاثة وأكثر حسنتم نقول أمطار إذن هنا أجبنا نتأكد سريعا من الإجابة الصحيحة حتى ننتقل معا ننتقل خمسة ليست اسما إذن لدي ثلاث كلمات ستكون من الأسماء وكلمة ليست من الأسماء الغابة من العشبة الطريق الغابة هل هي من الأسماء؟ حسنتم إذن الغابة من الأسماء؟ نلاحظ من؟ ما رأيكم؟ حسنتم إذن نقول ليست من الأسماء العشبة حسنتم إذن هنا من الأسماء والطريق حسنتم من الأسماء؟ نلاحظ أن لدينا علامة من علامات الأسماء وهي حسنتم دخول على هذه الأسماء إذن ليست اسما من؟ ضد كلمة خوف إذن أريد ضد هذه الكلمة ضد خوف ترى أم جوع كسل إذن ضد الخوف سنقول ماذا؟ سنتم نقول أمن إذن هنا قمنا بالإجابة معا سريعا أتأكد من أن إجاباتي صحيحة ننتقل معا ثانيا أجيب وفق المطلوب بين الأقواص واحد لم يشك في قولها أحول الجملة المنفية إلى جملة مثبتة إذن لدي جملة منفية أريد تحويلها إلى جملة مثبتة ثانيا المياه وفيرة أسمي ركني الجملة الإسمية وأضبطهما بالشكل الصحيح إذن أريد أن أقوم بتسمية أركان الجملة الإسمية ولا أنسى ضبطهما بالشكل إذن طلابي أتوقف هنا حتى تجيبون عن الأسئلة ثم أستعرض معكم الإجابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن نبدأ معاً طلابي وطالباتي في الإجابة لم يشك في قولها أحول الجملة المنفية إلى جملة مثبتة إذن نلاحظ أن الجملة هنا جملة أحسنتم منفية أريد أن تصبح الجملة مثبتة إذن أريد تبوت هذا الحدث فأقول سنتم ممتاز يا شفك في قولها المياه وفيرة أسمي ركني الجملة الإسمية وأضبطهما بالشكل الصحيح لدي جملة إسمية وتعرفنا أنا وأنتم على أركان الجملة الإسمية فلديها ركنان هما أحسنتم المبتدأ وما يتم هذا المبتدأ أو يخبر عنه أحسنتم الخبر إذن المياه وفيرة أين المبتدأ في جملة أحسنتم إذن الإسم الأول سنقول عنه هو المبتدأ الخبر هنا أحسنتم ممتاز وفيرة ممتاز الخبر ولا ننسى ماذا؟ أن نضبط المبتدأ بماذا؟ بعلامة الرفع أيضا الخبر لا ننسى بأن نضبط بعلامة الرفع ونلاحظ هنا أننا قمنا برسم الضم غضب الأسد أحول الجملة المثبتة إلى جملة منفية إذن لاحظنا هنا أولا كانت لدينا جملة منفية وقمنا بإثباتها الآن نريد العكس غضب الأسد إذن جملة مثبتة أثبت هذا الحدث الحدث ماذا؟ أن الأسد قد غضب علينا أريد أن نتحول الجملة إلى جملة منفية قد نقول سنتم ممتاز إذن أسبقها بآدات نفي فأقول لم يغضب الأسد إذن هنا جعلنا الجملة ماذا؟ جملة منفية ننتقل معا الأرنب أليف والأسد أضع في الفراغ خبرا مناسبا ثم أضبط أيضا خمسة فراغ واسعة أضع في الفراغ مبتدأ مناسبا إذن هنا نحتاج خبر وأيضا نحتاج مبتدأ حتى تكون ماذا الجملة؟ جملة اسمية متكاملة إذن طلابي وطالباتي حاولوا حل هذا التمرين ثم سأستعرض معكم الإجابة إذن نجيب معا الأرنب أليف والأسد إذن أنا أحتاج خبرا يخبر عن هذا المبتدأ إذن قد نقول سنتم ممتاز قد نقول مفترس ولا ننسى ماذا أن نضع العلامة فراغ واسعة إذن أضع أي مبتدأ هنا قد أقول سنتم قد أقول الحديقة واسعة المدرسة واسعة إذن ماذا نضع أي مبتدأ مناسب ستة الأرض مخضرة أعرب الجملة إعرابا تاما إذن أولا لدينا جملة ونريد أن نعرب هذه الجملة أولا جملتنا هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية بدأت بالأرض سنتم بدأت باسم إذن ستكون جملة اسمية والجملة الاسمية لها ركنان أساسيان مبتدأ وخبر المبتدأ في جملة سأقول سنتم الأرض وقلنا أن المبتدأ ماذا مرفوع إذن نقول الأرض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذن قمنا باستخراج المبتدأ هذا المبتدأ يحتاج إلى ماذا أحسنتم يحتاج إلى خبر إذن الخبر سيكون نعم مخضرة فنقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذن هنا أعربنا معا الجملة الاسمية إعرابا تاما ننتقل معا نلاحظ هنا في الجزئية من نصنا أستخرج من النص حرف جر وإسما مجرورا إذن نحاول أن نستخرج حرف جر وإسما مجرور سنتم في بداية نصنا حرف في والاسم نقول وقت أيضا همزة قطع وهمزة وصل وهمزة متطرفة نص مليء بهذه الهمزات من همزة القطع قد نقول أرنبن همزة الوصل الحيوانات والهمزة المتطرفة غدا ماذا تعلمنا في درسنا اليوم أحسنتم في بداية الحصة نقول قرأنا النص بفهم واستيعاد ثم أجبنا عن أسئلة حول نصنا إذن طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء